خرج عشرات الألاف من الجزائريين إلى الشوارع مستعرضين قوة حشدهم الأسبوعي في الجمعة الأخيرة قبل انتخابات رئاسية تجرى الأسبوع المقبل ويرفضها المحتجون بوصفها بلا قيمة ويتظاهر المحتجون مرتين أسبوعيا منذ فبراير شباط للمطالبة بتنحي النخبة الحاكمة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962 وردد المحتجون الهتافات وسط العاصمة مؤكدين أنهم لن يشاركوا في التصويت ورفعوا لافتات مكتوبا عليها أنه لا حاجة لتجهيز مراكز اقتراع وأن الشعب أصابه السأم ويرى الجيش وهو القوة الرئيسية في الجزائر أن انتخاب رئيس جديد في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول هو السبيل الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية بعد تسعة أشهر من المظاهرات التي أطاحت في أبريل نيسان بالزعيم المخضرم عبد العزيز بوتفليقة ويقول المحتجون إن أي انتخابات لا جدوى منها طالما استمر في الحكم هرم السلطة الحالي بما فيه الجيش ويريدون تأجيلها إلى أن يتنحى المزيد من كبار المسؤولين ويترك الجيش السياسة وعرب المتظاهرون عن رفضهم لمناظرة تلفزيونية يشارك فيها مسؤولون سابقون كبار يخوضون الانتخابات الرئاسية وتعد المناظرة الأولى في الجزائر ويصفونها بأنها سركون سياسي وبالرغم من أن الحركة الاحتجاجية لا تزال سلمية حتى الآن وهي التي كانت ترتذب بانتظام مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع خلال فصل الربيع إلا أن هناك إشارات على تزايد التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات ترجمة نانسي قنقر